موجز الأخبار من قناة حلب اليوم أهلاً بكم مقتل مختار قرية الإجبالية غربية درعى إثر استهدافه برصاص مجهولين على الطريق السياحي في محيط مدينة نور مديرية أمن الباب تعلن إلقاء القبض على متورطين اثنين في تجارة المخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة وأسلحة وذخائر بحوزتهم قوات الأسد تستهدف بخمس طائرات مسيرة مفخخة بلدة قسطون ومحيطها في سهل الغاب غرب حما ومحيط بلدة كفر تعال غرب حلب وفركيا وشنان بريف إدلب أهالي محافظة السويداء ينظمون وقفة احتجاجية في ساحة الكرامة للتأكيد على مطالبهم في الحرية والتغيير السلمي للسلطة توقيف ثمانية مهاجرين غير نظاميين ومهرب من الجنسية السورية والفلسطينية بولاية تكيرداغ التركية واثني عشر مهاجراً سورياً في منطقة إنجول بولاية بورصة تركية استشهاد إسماعيل هنية وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران بحسب وكالة الأنباء الإيرانية